اشتركوا في القناة كبير الحجم كما له أرجل طويلة جناحه أسود صدره أبيض زمنقار طويل يعتبر من الطيور القمامة حيث يلتقط ما يتبقى من الجيف طائر أبو سعن الأفريقي من الطيور الغريبة للغاية نظرا للوجه الذي يمكن للأم فقط أن تحبه ويصل وزن طائر أبو سعن الأفريقي حوالي 20 رطل وهذا الطائر الغريب لديه رأس أصلع ومنقار طويل وقد تحور الرأس لديه ليصبح بلا ريش للسماح له بالتجول بين الجسس وغيرها من النفايات دون خلق الكثير من الفوضى ويطلق على هذا الطائر أحيانا لقب أبشع الطيور في العالم بسبب مظهر الغريبة الذي يختلف عن أي طائر آخر على رأسه ريش ويتدلى من تحت منقاره شيء يشبه الكيس لونه بني ريش جناحه أسود وجسمه أبيض ووفقا لرأي البعض يبدو إلى حد ما مثل مصاص الدماء ويوجد هذا الطائر أساسا في جنوب أفريقيا يمكن أن يصل وزنه إلى 9 كيلو جرام وقد يصل ارتفاعه إلى 60 بوصة كما أن لديه أحد أطول الأجنحة في العالم ولمظهر الغريب يعتبر هذا الطائر من أغرب الطيور في العالم وأيضا يعتبر من الطيور التي تمتلك أكبر جناحين في العالم ويصل طوله إلى 3.7 متر أبو ساعن الأفريقي من الطيور المهاجرة تسافر إلى مختلف الأماكن وتتغزى على الأسماك وفي وقت نفازها يضطر لأكل لحوم الحيوانات الميتة وهو من الطيور الموسمية تسافر إلى مختلف الأماكن تسافر إلى مختلف الأماكن تسافر إلى مختلف الأماكن